ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في جنوب العراق إلى تسعة قتلى وأكثر من مائة وعشرين جريحا ومصادر طبية تؤكد أن الضحايا سقطوا من جراء استخدام قوات الأمن الرصاص الحي فمتى يتوقف استخدام العنف في مواجهة الاحتجاجات قضية التلاعب بالمساعدات تعود إلى الواجهة في اليمن المتمردون الحوتيون والمنظمات التابعة للأمم المتحدة يتبادلان الاتهامات بالفساد ونهب المساعدات فأين تذهب أموال المانحين الجيش الوطني الليبي يفرض حظرا للطيران فوق منطقة العمليات في العاصمة طرابلس ومحيطها ويؤكد أن الهدف هو تأمين العمليات العسكرية الجارية على الأرض فهل دخلت معركة طرابلس مرحلتها الحاسبة زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي بني جانس يدعو حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته ويقترح مناصفة مدة رئاسة الوزراء مع نتنياهو في حال تمت تبرئته فهل تنجح هذه الصفة؟ أنا مهند الخطيب أهلا بكم إلى غرفة الأخبار أعلنت السلطات العراقية مقتلى سبعة متظاهرين في البصرة واثنين في بغداد وإصابة العشرات خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في عدد من المدن وأوضحت مصادر أمنية أن أعنف المواجهات تركست في الجنوب وتحديدا في البصرة وذيقار واستخدمت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المحتجين معنا الآن من بغداد الصحفي حازم الجابر ومعنا أيضا بعد قليل عضو البرلمان العراقي السابق الدكتور طلال حسين الزوبعي حازم مساء الخير دعني أبدأ معك أولا آخر التطورات فيما يتعلق بهذه المواجهات العنيفة جدا وخاصة في الجنوب أعداد القتلى وحصيلة المصابين وآخر التطورات فيما يتعلق بأي تحرك سياسي موازي لهذا الحراك الشعبي أهلا بك مهند يعني الاحتجاجات أخذت يعني اليوم كانت عنيفة والمواجهات كانت عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في البصرة وذيقار بالتحديد هناك المواجهات كانت دموية بدأت منذ صباح اليوم وحتى قبل قليل ما تزال هناك بعض هذه المواجهات أيضا مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلنت عن حصيلة هذه المواجهات في البصرة ثلاث قتلى وأكثر من تسعين جريح وفي ذيقار أيضا ثلاث قتلى وأكثر من خمسة وثمانين جريح حتى اللحظة يعني هذه المواجهات في البصرة مستمرة بالتحديد في الشارع المؤدي إلى ميناء أمقصر محاولات لم تهدأ مهند لإغلاق هذا الميناء ولكن القوات الأمنية دائما ما تفرق المحتجين والذين يريدون إغلاق الميناء بالرصاص الحي ما وقع كل هذه الضحايا أيضا في ذيقار وردنا قبل قليل عن احتراق المبنى الجديد لمحافظة ذيقار دون معرفة سبب الاحتراق إذا ما كانت بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع أو أضرمت به النيران بواسطة المحتجين مهند لا يوجد أي حراك سياسي يتوازى أو يعني لهذه الأحداث الدامية التي حدثت اليوم باستثناء يعني كان هناك حتى أن المفوضية حقوق الإنسان بالعراق دعت النظام السياسي والحكومة العراقية لاتخاذ ما يلزم لوقف هذا العنف الحاصل في ذيقار والبصرة تستمر الاحتجاجات في بغداد أيضا هناك كانت مسيرات طلابية ودعوات لاستجابة للأضراب الأعمى الذي دعي إليه في وقتا سابق أيضا في ساحة التحرير تستمر الاحتجاجات وسيطرة المحتجين على جسرية جمهورية وسينك ومتعاجدين في ساحة التحرير والخلاني نعم مهند الصحفي حاسم الجابر من بغداد مباشرة شكرا لك ونبقى الآن في بغداد معنا من هناك عضو البرلمان العراقي السابق الدكتور طلال حسين الزوبعي دكتور الزوبعي مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن أعمال عنف ما زالت مستمرة نتحدث عن بغداد عن الناصرية عن ذيقار عن البصرة عن كربلا أم قصر إلى آخره مستوى العنف لم ينخفض على الإطلاق منذ بداية هذه الموجة من الاحتجاجات لماذا تصر برأيك السلطات الأمنية على التعامل بهذا المستوى من القسوة مع المحتجين بسم الله الرحمن الرحيم تحيل حضرتك ولكل المشاهدين لا شك العراق يعيش حال الثورة ثورة على نظام تميز بانتشار الفساد وبالتالي كان يفترض بالقوة السياسية سواء كان في سلطة التشريعية أو التنفيذية أن تتخذ إجراءات تنسجم ويطموح وحركة الإرادة الشعبية المجسدة في ساحات بغداد والمحافظات نحن الآن أمام ثورة عارمة مجسدة بإرادة شعبية مطالبها كانت في البداية بسيطة وهي محاسبة الفاسدين وإقامة حكومة مؤقتة هذه الحكومة تولى مسؤولية محاسبة الفاسدين ومن ثم الإيتام بمفوضية نزيهة وقانون انتخابات منصف مما يؤدي إلى أن النظام بين قوسين الديمقراطي ينتج سلطة يمكن أن تؤتمر لها أموال الشعب وأرواح الناس لأنه يبدو أن النظام السياسي لا زال في غيه وبالتالي غير مدرك لأن إرادة الشعوب لا يمكن لسلطة أن تقف أمام إرادة الشعوب وإذا كانت السلطة تحتج من أنها شرعية انعكاس الانتخابات مشوهة ومشكوك في صحتها فإن الإرادة الشعبية الآن المجسدة بالشبابنا وشاباتنا وكل أبناء الشعب العراقي خرجت إلى الشوارع وأصبحت هي صاحبة الإرادة الحقيقية ولذلك أنا فعلا ألوم نواب الدورة الحالية يعني يشوفون شعبهم يقتل وبالتالي هم قاعدين وكأنه وهذه مسألة لافتة دكتور طلال يعني مسألة المحاسبة المساءلة من المسؤول عن هذا ألا يطرح مجلس النواب مثل هذه الأسئلة يعني إنسى مسألة مطالب المحتجين ألا ينبغي على الحكومة أن تستقيل فقط لمجرد وقوع هذا العدد الهائل من القتلى إن لم يكن لسبب آخر لا لا هو كان يفترض يعني كان يفترض مجلس النواب اللي هو حجب يعني الآن صاير يعني صاير كأنه يمطي شرعية للسلطة السياسية بين استمرين يعني كان يفترض بالنواب ما يقبلون بهذا الحد شي يعني صار سبوع سبوعا يعني لا بدون أما إن يقولون الحكومة يجتمعون خمسين زائد واحد ويقولون الحكومة أو يخرجون بخمسين زائد واحد خارج البرلمان يقولوا نحن غير مسؤولين عما يحدثه بالتالي على السلطة أن تستجيب للإرادة الشعبية من غير المنطقي أن أبنائنا وشبابنا يعرضون إلى تصفية ونحن قاعدين بإسم الشرعية الشرعية الحقيقية الآن شرعية المتظاهر وشرعية الشارع زين ما مطالبين يابد تستقيل الوزارة ومن ثم تؤلف وزارة من الناس المستقلين اللي لم يمع علاقة بالأحزاب السياسية وهذا ولا يتولون مسؤولية مكافحة الفساد من جانب ومن ثم التهيئة لقانون ومفوضية مستقلة من جانب آخر وبالتالي في عملية البناء تبدأ وتجرى انتخابات خلال شهرين من بعد كمال هذا الني والمحاسبة تستمر وعلى هذه القاعدة يمكن أن انحل مشاكل بلدنا أما أن نبقى بحجة أنه والله نخاف من الفوضى الفوضى هي الآن الفوضى بعينها قتل مواطن واحد هو كفر وجريمة فكيف إذا قتل حوالي أربعمائة خمسمية وحوالي ثلاثين ألف الآن مجرح كيف نقبل على أنفسنا أنه أبنائنا في الشوارع ونقبل أن نتمسك بالكلاس لا مقبولة ولذلك حقيقة نحن الآن كنا في حراك ندعو الحكومة ودعوات أخرى قد تقدم الحكومة استقالتها وخلياتهم طيب ولكن واضح موقف الحكومة من هذه المسألة دكتور فائل حكومة سيد عدل عبد المهدي ما عند حل ما هو الآن المسألة وصلت إلى طريق مسدود حائط مسدود أمام هذه الأزمة ما الذي ينبغي عمله حتى على الأقل يكون هناك بادرة أمل لا لا هو الآن الآن حتى يكون أمام للتاريخ ولكل من يشاهد الموقف العراق الآن أعضاء مجلس النواب الذين يمنحون شرعية للسلطة التنفيذية هم مسؤولين المسؤولية الأولاً وثانياً وثالثاً السلطة التنفيذية لا أقول لك ألمان المفروض السلطة التشريعية لأنها هي صاحبة الولاية والمثل للشعب الآن سواء كانت يا بالتزوير يا بالصحيح عليها الآن أن تقيل الوزارة تقيل الوزارة وتدعو إلى وزارة أخرى غير هذه الوزارة يعني تيب ناس المتظاهرين يمكن أن يثقون بها والشعب يمكن أن يثق بها وتأتي بعملية إصلاح سريعة أن تأتي بمفوضية مفوضية مستقلة مشرفة عليها الممتحدة وأن تأتي بقانون ينصف الشعب في مسألة ممثليه وبالتالي لا وجود لحل آخر غير أن أعضاء مجلس النواب الآن أما أن يقلون الحكومة أو يستقلون جماعياً حتى يفقدون دعني أسألك دكتور طلال ما الذي يعيق الكتب الفرلمانية الآن من اتخاذ خطوة من هذا النوع ما هو العائق الأساسي أمام سحب الثقة من الحكومة الحالية أنا أعتقد الفساد المستشري فيها والذي استمر من 2003 إلى اليوم والذي تجسد من انتخابات الأولى عام نهاية 2005 كل الكتب متورطة وهذا التورط هو الذي خلعها تتمسك بالسلطة لأنه أنت تعرف السلطة تحمي من يكون فيها وبالتالي من الممكن أن يطال القانون الجميع وبذلك يعني حاولون يأجنون لعل المظاهرات تنتهي ومن ثم يصير زوبعة أو تنتهي القصة وبالتالي نستمر لأنهما سبقاً ونجحوا في مظاهرات حدثت بالـ 2011 وعبارة بالـ 2013 وعبارة بالـ 2015 وعبارة أكو تجربة تاريخية راهنون على عام للوقت أما اليوم فأعتقد عام للوقت لصالح الشعب والجماهير على حساب القوى السياسية وبالتالي أنت لا تتوقع أي تغيير في الموقف السياسي مما قد يؤدي إلى حل حلة الأمور إلى حد ما أنا أعتقد الجمعة القادمة يعني أنها الجمعة يعني المرجعية يمكن سيكون خطابها أشد مما كان عليه بالجمعة ليس هذه الجمعة التي قبلها وبالتالي يمكن أن يحدث حل حلة لأننا لم نعد حل لا بد أن تكون هناك حل حلة في حكومة حكومة جديدة من شخصيات جديدة غير متورطة بالفساد وغير مرتبطة بالأحزاب السياسية حتى يكون لها يعني المرجعية دعت في الماضي دكتور طرال دعت الحكومة إلى تنفيذ مطالب الناس وإدخال الإصلاحات وكل هذه الأمور ما المطلوب هالمرة من المرجعية ليكون الوضع مختلف إلى حد ما أنا أعتقد المرجعية يعني الشعب ينتظر رأيي المرجعية وإلا يتحول إلى إلى أسلوب آخر في الثورة المرجعية لن تقول عليكم أن نشكلون حكومة جديدة من المستقلين من التكنقراط هذه الحكومة يمكن أن يثق بالشعب والشباب المنتفضين وتقوم بعملية المحاسبة هي لأنه يقول لك نحن لا نريد أن نفسهم فاسدين ويحاسبون الفاسدين هذا تاريخيا بالعراق أصبحت ما مقنعة وبالتالي نحن أمام مرحلة هذا الأسبوع هو مرحلة فاصلة في حياة الشعب العراقي والدولة العراقية طيب أمام الشارع الآن أيضا ما هي الخيارات المطروحة إذا لم يتم الاستجابة أو تتم الاستجابة بشكل من الأشكال لهذه المطالب ويكون هناك إما تغيير حكومي أو شيء من هذا القبيل ما الذي برأيك سيلجأ إليه الشارع في هذه الحالة الحقيقة العصيان المدني هو فقدان شرعية السلطة وجودها يعني احتمال الجمعة القادمة مليون شخص مليون متظاهر يكون في الشوارع ويقف خلفهم 30 مليون أو 40 مليون يقف خلفهم في البيوت وفي القرى وفي القصبات هنا الإشكالية أم لا يرهنون أنه الموجودين في الشارع ليس بالعدد الكبير هذا العدد هو يعني يقف خلفه كل أبناء يعني كل واحد عنده ولد الآن في ساعة التعرير عنده أخ في ساعة التعرير وفي بقية الساحات من أقصى جنوب العراق إلى بغداد أمام هذول كل واحد عنده أهل يقف خلفه وبالتالي إذا كان عندنا مليون واحد في الشارع فهنا عندنا 30-40 مليون يطالب بإسقاط الشرع وذلك الجمعة القادمة هو محاولة إسقاط شرعية العملية السياسية أو شرعية السلطة إذا لم تتدارك السلطة نفسها وبالتالي تذهب إلى تشكيل حكومة مؤقتة حكومة من التكنقراط من المستقلين من النزيهين حتى يبدأون أولا يثق فيهم الشارع من جهة ويقومون بالمحاسبة الحقيقية للفاسدين من جهة أخرى شكرا جزيلا لك دكتور طلال حسين الزوبعي عضو البرلمان العراقي السابق كان معنا مباشرة من بغداد